السلام عليكم يدور القمر حول الأرض في مدار معين وبيعكس ضوء الشمس الساقط عليه إلى الأرض وباختلاف وجود القمر بالنسبة لضوء الشمس بيكون فيه شكل مميز للقمر لأي راصد من على سطح الأرض زي ما احنا حنشوف دلوقتي قادي شكل الضوء على سطح القمر ونتيجة انعكاسه بوضع معين بيكون له شكل معين على الأرض فيبتأ القمر بطور بيكون معلوش أي ضوء خالص على سطحه وفي الحالة دي بيسمى الطور بالمحاق بمعنى أن القمر معلوش أي ضوء من ضوء الشمس فبيظهر على الأرض كجسم معتم تماما وبيسمى محاق وبيبدأ من الحتة دي بداية قمر جديد وبتحرك القمر حول الأرض بيبدأ جزء من الضوء يظهر على القمر وبيسمى في الحالة دي طور الهلال الأول ثم يزداد تدريجين الضوء على سطحه فيتحول إلى ما يسمى بالتربيع الأول ثم يزداد تدريجين الضوء أيضا على سطحه مرة أخرى فيتحول إلى ما يسمى بطور الأحدب الأول ثم يزداد الضوء كليا فيوطي سطحه تماما الظاهر إلى الأرض فيصبح بدرا ثم تعاد هذه الأطوار السابقة مرة أخرى بتناقص الضوء على سطحه فيتحول من بدر إلى أحدب ثاني ثم إلى تربيع ثاني ثم إلى هلال ثاني لأخر الشهر ثم يبدأ القمر بالاختفاء مرة أخرى في طور المحاق فيكون بداية لقمر جديد في شهر جديد كان معاكم الأستاذ أحمد مصطفى دعمون أتمنى فكرة أطوار القمر تكون وضحت إن ده نتيجة لضوران القمر حول الأرض ووجود ضوء الشمس عليه بوضع معين وظهور هذا الوضع بالنسبة لسطح الأرض بشكل معين فتظهر أطوار القمر السلام عليكم ورحمة الله